أكثر من ثلاثة أيام نحن نرفع رسالة الرئيسة الجمهورية الذين بسؤول الحكومة أمام العالم غتافات قريبة من أفواههم بعيدة عن مسامع الجهات المعنية في الحكومة طلاب يمنيون مبتعثون في الخارج اعتادوا الوقوف أمام سفارات بلدهم في دول الابتعاث للمطالبة بصرف مستحقاتهم التي بالكاد تعينهم على الاستمرار بدراستهم الأكاديمية لهؤلاء الطلاب معاناة طويلة لم تراوح مكانها منذ ما يقارب ثلاثة عوام تراكمت المشاكل وأثبتت وزارة التعليم العالي فشلها في وضع حلول مستدامة من شأنها تخفيف معاناة الطلاب وصرف مستحقاتهم في وقتها المحدد وازداد الوضع تعقيدا بسبب تصرفات بعض السفراء الذين وصل بهم الأمر إلى استدعاء الشرطة لسجن الطلاب المحتجين أو عدم السماح للطلاب بدخول السفارات لإيصال أصواتهم أو المطالبة بحقوقهم المشروعة اعتادت وزارة التعليم العالي على تأخير صرف مستحقات الطلاب متسترة وراء الكثير من الحجج وكما تأخرت في صرف الأرباع السابقة تأخرت هذه المرة كعادتها في صرف المستحقات للربع الثالث بينما المفترض أن يتم تسليم الربع الرابع خلال الأيام القادمة لا تنحصر معاناة الطلاب المبتعثين في صرف المستحقات فقط بل هناك مشاكل أخرى فالرسوم الدراسية للمنزلين من قبل الميليشيات الحوثية لعام 2016-2017 لم تسلم حتى الآن على الرغم من وعود التعليم العالي بتعزيزها كذلك الحال بالنسبة للرسوم الدراسية لبقية الطلاب للعام 2017-2018 والعام الجاري 2018-2019 وبسبب تخلف الطلاب عن دفعها فصل البعض فيما البعض الآخر يقفون ما بين التهديد بالفصل أو امتناع الجامعات عن تسليم شهادات تخرجهم المشاكل الأخرى ذات الصلة بطلاب الاستمرارية وأيضا طلاب النفقة الخاصة والجهات الأخرى والتذاكر سفر الخرجين للعودة إلى وطنهم الفشل غير المبرر من قبل وزارة التعليم العالي ضاعف من معاناة الطلاب وأثر بشكل سلبي على تحصيل الطالب العلمي ويبقى الهاجس الأهم للطلاب كيفية العيش في ظل أوضاع سيئة للغاية خصوصا مع صمت الحكومة وأصحاب القرار لسنوات عن كل هذه المعاناة ترجمة نانسي قنقر